سنوات مع فريق مصر المقصد معانا على الهاتف واحد من النجوم الكبار في تاريخ الكرة المصرية منتخب مصر والنادي الأهلي واحد من اللاعبين اللي كنا ملوي عليهم أستواض بلغة كرة القدم وطالما أمتعنا في مبارياته وهو من المقربين ومن أصدقاء نجمنا الفنان مجدي كامل معانا على الهاتف الكابتن بدر رجب وهو طبعا صاحب التجربة الفريدة والغنية جدا فنيا في الإمارات العربية المتحدة في دولة الإمارات الشقيقة واسمه أصبح ما شاء الله براند في عالم التدريب وبيعطي صورة أكثر من رائعة وبرقة للمدرب المصري وللنجم الكروي والرياضي المصري خارج مصر وفي دولة شقيقة وصديقة هي الإمارات كابتن بدر مساء الخير أهلا بحضرتك سعداء بمشاركتك يا مكبات يا عظيم يا كل حاجة حلوة يا مدور يا عظيم أسيبك بقى تاخد المكالمة وتتكلمه بقى لكو كتير ما تقابلتوش أعتقد أكيد أكيد أحنا كنا بقى بعض مجلس الامارات فينا على التلفونات ومجل صديق وأخي عزيز أهلاوي قلبر وقالبا حبيبي أبو كبات عنده ذكريات قوية جدا كانت تنبدر عن الكورة وعن النادي الأهلي ولعيب كورة سابق ولو تجارب ولو حلم كبير كان أنه يبقى لعيب كرة قدم مختار الكابتن بدر رجب والله يعني زي ما قال محمد جدا يعني القسطة بتاع نص الملعب يعني أتمنى أن أشوف لعبت النادي الأهلي اللي هما بلاعوا في نص الملعب أشوف حد زيك كده أبو كباتن لما كانت تحريرك بدمسك لكورة يعني الموجودين أحسن يا شباب لا مفيش حد أحسن من حد أبو تدوره في الكورة إلا إذا كان بيجتهد بالزمان تو اجتهدتوا كده أبو كباتن أن أنت توصل للي أنت وصلت له أبو كباتن يعني والتجارب بتاعتك بتاعت الإمارات حاجة مشرفة وحاجة عظيمة جدا حبيبي 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 كابتن بدر عايز أسألك سؤالين عايز تقول إيه أولا عنك من الفنان مجدي كامل الصديق والإنسان والممثل من خلال متابعتك ومشاهداتك لعماله لا أنا شاهدت فينا بروحة لأن الأستاذ مجدي دا بقولك أخ وصديق وحاجة جميلة جدا وفنان حساس أي ضل قديم قديم حساس عميد جدا وبيوصل لنا يعني بيوصل للعامة الشعب المصري وفنان محبوب وقبير وحاجة جميلة جدا 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 يعني أنا بأستنى أي عمل لأستاذ مجدي عشان أتفرج عليه لأن فعلا بحس إن هو مش بيمثل إنسان طبيعي جدا حتى في الحياة طبيعي جدا مش متكدر مش متكلف حاجة جميلة جدا وفنان عظيم وكل مسلسلاته ربنا خليك أبو كباتن ربنا خليك بجد دا أنت العظيم يا كابتن والله دا بحس إنسان أنا جوا الفعيد يعني أنا بحب الفعيد عن طريق المصري ربنا خليك اتفرج على الجزء الثالث أبو كباتن إن شاء الله بيتزعى دلوقتي على خلالات النهار اتفرج عليه الجزء الثالث إن شاء الله بإذن الله حبيبي حبيبة بدورة حبيبي كابتن بدر سؤال تاني طبعا قبل ما ننهي حدثنا معاك وسعداء بمشاركتك معنا مرة تانية عايز تقول إن نهارده الجماهيرك محبيك من جمهور الناحلي ومن جمهور الكرة في مصر بشكل عام عن الأسباب اللي ممكن يعني بتوجه بعض النصايح للمدربين الأصغر سنا الأقل خبرة يجتهد ياخد بالأسباب يعمل إيه عشان يقدر يحقق نجاحات زي نجاحات المشرفة اللي بتحققها النهارده بفضل الله سبحانه وتعالى في الإمارات والحق بالله طبعا أنا بقالي هنا حدثنا في الإمارات يمكن عملت ما في اللي عملت في مدير إعلا بخطوة مصر بشكل كورا ومستعلى شديد ولكن نفس الزمائل المدربين هم التركيز والعدالة التركيز والعدالة بالذات في موضوع الاختبارات بالزرح موضوع الانتقاء ده تمت موضوع عميج جدا وجدد جدا 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 لأن أساسي أن يدرك العين العين الخبيرة للتخصي اللاعب هو جايلك من الشارع ومن الحواري ومن المدن ومن فرأ ومن كل حسة جاي عشان يحقق أمل ويبقى العين كبير في المجل آدم فالتركيز مهم جدا في الاختيار أنا مرواحد امرتين استدريب استدريب والتراسات والانطلاع عن الحياة الحديثة اللي موجودة في أوروبا إحنا مش أقل منهم بالعكس عندنا زفاء بطري طبنا خلينا كمصنيين بالذات شمال أفريكي يعني بالفترة عندنا الزكاء بالذات كسل تدريب وكسل تن اختيار التدريبات المناسبة للعمارة السنية يعني هذا المدرج وهو شرجال في التدريب يعارك أن كل أمر السني دي خصائص يشتغل عليها يمكن ده اللي مجحنا في تسل السناني الآلي وبقى عندنا لعيبة تاخذوا كل أنديت ما لعيبة كانت موجودة عندنا في دراسة كورة بطاعة ناشئين اختياراتنا موجودة دلوقتي بتلعب مولادك كلهم يا بوكباتن دلوقتي بلعبوا في كل فرق مصر دلوقتي يا بوكباتن مولادك والله بلعبوا كلهم يا بوكباتن بجانب اللعيبة تمام حوالي 52 لعيب اللي احترطوا في أوروبا 12 لعيب وديك تتبقى في مصر كانت عن سريل نادي الآلي طبعا صاحب الفضل علينا وصاحب الفضل على كل مدربين الناجي الأحس سواء اكتاع المدرات او اكتاع درجة دولة ده بالنسبة للمدربين بالنسبة لجماهير العاشقة والحبيب والنادي الآلي نهي طلب جميل في الاسها اه بدون اي مشابات بدون اي مشاكل انساءلا النادي الآلي في جماهيره واللي عمل وكبر اسم النادي الآلي مش بطلاطه بس بالعكس جماهيره هي اللي جميل بطلاطه الندي الآلي اكيد صحيح بدون جماهيره مدربشة نلعب اه بدون طرح مكش بي مغني تبا هي الاساس وهي اساس كرة القدم في مصر والذات اللي مهيرنا جميل نادي الاهلي احنا متعودين الحماس والتشويع والتحفيز حتى لما كنا متعودين او خسرين من الوقتنا على الحمد هي جميل نادي الاهلي فانا واشكروا من خلالك وصولي حمد وكانت القناة الاهلي طبعا حددتنا بجمالي نادي الاهلي بالتحفيز وهي بطر عمثل وفاكملنا منهم الانتزام في المزبادات عشان ترجع إلى 200 الف زي الاول لما كنا بنلعب جميل نادي الاهلي وكل صرقة كل جميل نادي الاهلي شجع بالقناة الاهلي ومتحفزها وده مش عيد اللي يبقى كل نادي بيه جمهير بذات جمهير الالجال الشعبية اللي لها جمهير اللي هي دلوقت احنا اندخل جمهير بالعدد وده حرمنا من نفع كورة القدم لان اللعيبة من زي عنده جمهير كتير بيبقى بحفوط تحت ضغط وعايز يكساب عشان يفرع جمهيره وده اللي عودنا عليه جمهير نادي الاهلي وإحنا عودنا المادر للمدر الأهلي على المكتب على أصولك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أبو كباتين ربنا خليك يا كابتن شكرا جدا على مشاركتك معنا في الحوار وسعيد بسماء السؤال الحديد وأنا كمان يا حبيبي ربنا خليك أبو كباتين ربنا عزك يا رب وبركة وسلمني على عدل كتير لا يوصل إن شاء الله ما أنت المدرب بتاع أبو كباتين لاعيد اسم عادل ابنه ابنك اللعيب معايا في درست الكورة من لعيب المميزين على فكرة كنا لسه بنتكلم عنه يا كابتن بدر ربنا خليك يا كابتن أنا متكلم في مهور دي الله كان يجموية جدا 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 ربنا خليك أعتقد أنه بعد كده مش منها راح الزمالك متابعة سجمع وصف ما بسي لا هو راح المقاصة دلوقتي وفي المقاصة دلوقتي وإن شاء الله هتشوفه قريب في البطولة العربية للكورة الميني مع الكابتن فاروق جعفر إن شاء الله وكابتن عالم ما يهو أنا متأكد أنه هو حيب حاجة كوية يا رب يا رب ربنا خليك يا جابت ربنا عزك يا جابت أشكرك جدا على المشاركة معنا في الحوار وأسعدتنا بهذا الحوار يا كابتن بدر كابتن بدر رجب نجم النادي الأهلي والكورة المصرية السابق وصاحب التجربة الرائعة في عالم التدريب وقطعات النشئين في النادي الأهلي في عوام سابقة وحاليا في دولة الإمارات ونجاح كبير بيحققه بشهادة الجميع وبإجماع الأراء الكابتن بدر رجب وامتداد لنجاحه كلاعب من أفضل اللاعبين في تاريخ النادي الأهلي وفي تاريخ الكورة المصرية